المحافظة التي كانت تعاني كثيرا منها ست سنوات من نقل الصورة كاملة بكل تفاصيلها في محافظة شبوة وبلقيس صوت اليمنيين كان يجب أن تبقى محافظة على هذا الخط ولم تغفل عن أي حدث أو معاناة حيث كنا خلال هذه السنوات الأقرب إلى الشارع نلتمس هموم الناس ونشاركهم تطلعاتهم مدركين أنها لم تكن لتحظى بهذا الزخم ما لم تبقى محل ثقة الجمهور ملتزمة بالمهنية التي اختطتها لنفسها تتمتع قناة بلقيس بمهنية في نقل الأخبار بعيدا عن التجاذبات السياسية ونتمنى أن تستمر في نقل الواقع لأنها أصبحت صوت اليمنيين بحق وحقيقة حيث أنها تناقش قضايا شائكة بمهنية ووسطية بعيدا عن التجاذبات السياسية الحرب وما خلفته من مآس كثيرة كانت بلقيس قريبة لنقل هموم المواطن عقب الانقلاب وحتى اليوم حيث ساهمت في تشكيل رأي عام من مناهض الاستهداف مؤسسات الدولة بالمقابل عملت على فضح الأطماع الخارجية في مقدرات اليمن كما تعمل على كشف المتسببين بالأزمات التي يكتوي بجحيمها جميع أبناء البلاد بالإضافة إلى الإسهام في تناول القضايا الحقوقية التي كان لها نصيب كبير من التغطية على شاشة بلقيس عملت قناة بلقيس الفضائية خلال الأعوام الماضية على مناصرة عدد من القضايا الإنسانية والقضايا الحقوقية في محافظة شبوة من خلال التغطية الميدانية والأخبارية وكذلك النزول لمقابلة عدد من الأشخاص الذين تعرضوا الانتهاكات حقوق الإنسان أيضا لقناة بلقيس دور كبير ومحوري في مناصرتهم لقضايا الاعتقالات التعسفية قضايا ضحايا انفجار الألغام وبالتالي الدور الريادي والدور الكبير الذي قامت بقناة بلقيس في محافظة شبوة دور كبير ساهم في رفع الوعي الحقوقي أداء المواطن الشبواني في جميع الأحداث بمحافظة شبوة حضرت قناة بلقيس رافقت المواطنين ونقلت معاناتهم كما قدمت مصفوفة من المشاريع التنموية التي نفذتها السلطات وبين هذا وذاك لم تغفل أي خبر أو حدث في مشوارها المتواضع لكنها ساهمت في تشكيل ذائقة الجمهور المتطلع للحقيقة والمصداقية من خلال العمل الميدان الدؤوب والتغطية المستمرة أبو بكر حسين لقناة بلقيس شبوة